بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مقرر ميكانيكا المواقع 2 الدرس الثالث Boundary Layer المحاضرة الأخيرة في هذا الدرس كنا قد عرضنا المرة الماضية عرضنا Laminar Flow Laminar Boundary Layer بالنسبة لحلها كيف نجدها وعرضت إيش؟ عرضت بلازيوس رزولتس يعني عرضنا Exact Solution and Approximate Solution قلنا بالنسبة لأبروكسيميت سولوشن بالنسبة لكل Velocity Profile وجدنا Delta CD and CF بالنسبة لبلازيوس سولوشن أو Exact Solution وجدنا أيضا Delta CD and CF قلنا أن الحلول تختلف فقط في بضع أرقام لكن شكل الحل هو نفسه تقريبا نحاول خلال هذه الحصة عرض Turbulent Boundary Layer في هذه الرسمة رح نشوف أنه هنا عندي Laminar هنا عندي جزء اسمه Transition وهنا عندي جزء اسمه Turbulent بالنسبة للجزء حق الترانزيشن رح يكون محصور بين خمسة عشرة أس خمسة وعشرة أس سبعة والTurbulent رح يكون أكبر من عشرة أس السبعة هنا عندي فنومنا جديد اللي هو Laminar Sub Layer اللي رح نشوف أنه عنده تأثير على الحل بعدين لو نمر هنا بالنسبة للTurbulent Flow أخذنا Power Low Profile يعني U على capital U يساوي Y على دلتا أص واحد على سبعة ألقينا أن الدلتا تساوي 0.382 في X على رينولد أص واحد على خمسة قلنا هنا أن الحل يختلف من مكان إلى مكان أو على حسب العلاقة بين critical position على L فلو كانت عندي critical position اللي هي X واللي قلنا طريقة حسابها التمى لحسب العملية هذه يعني خمسة في عشرة أس خمسة في ني على U لو X critical أو critical position على L أقل من صفر واحد فهذا يعني أننا راح نعمل neglect يعني إيش راح نهمل boundary أو leminar boundary layer فيكون الحل بالنسبة للترانزيشن position من خمسة عشرة أس خمسة إلى عشرة أس سبعة يعني رينولد يكون محصور بين هذا يكون الحل CD يساوي هذا ولو كان رينولد أكبر من عشرة أس سبعة يكون CD يساوي هذا الحل الثاني اللي هو إيش اللي هو X critical تكون إيش الحمد لله أدروني لو تقدروا تمسوا هذه نبدأ من جديد الجزء الثاني اللي يكون فيه leminar boundary layer is taken in consideration يعني إيش يؤخذ بعين الاعتبار فأيضا عندي في transition position رينولد المحصور بين 15 أس خمسة و 10 أس سبعة CD راح يكون نفسه اللي شفناها قبل لكن إيش راح نقص منه 1740 على رينولد والأخير بالنسبة لرينولد أكبر من 10 أس سبعة CD أيضا شكون نفس الشي لكن راح نقص منه 1740 على رينولد نوت هنا for leminar boundary delta راح تكون في يعني تقريبا ما يساوي X أس 05 for turbulent boundary delta راح تكون تقريبا متوازية مع X أس 4 على 5 هنا كنت خلصت الشابتر هذا و كنت عرضت فيه إيش عرضت السلوشن بالنسبة للمinar boundary layer بجزء شقيها بلازيوس results and vonkerman results وأيضا عرضت turbulent solution بالنسبة لأخذنا بعين الاعتبار أنه فيه transition position أو turbulent position نتمنى أن يكون شرح الشابتر هذا واضح السلام عليكم ورحمة الله